اهلا وسهلا بكم النهاردة بنتكلم عن حشرة البق وحشرة الفاش وطبعا حشرة الفاش دي حشرة دقيقة جدا ممكن تتواجد مع وجود الحيوانات والطيور يعني اي طيور بتنام على البيض يعني مثلا لو ان انت حتى ما عندكش طيور يعني مثلا بعض الناس بتسألني بتقول ان انا ما عندش طيور ومع ذلك بلاحظ ان فيه فاش في البيت السبب ممكن يرجع ان فيه بعض الطيور مثلا عصافير في البلكونة او يمام او اي نوع من انواع الطيور عششت في البلكونة فده طبعا يعني مع نوم العصافير ونوم الطيور لفترة طويلة جدا حشرة الفاش بيكون لها مكان مناسب اللي هو مكان عش الطيور وبتتواجد فيه داخل الانشارة او العش نفسه وبتتواجد كذلك فيه الشقوق الخشبية يعني اي شق خشبي ممكن تتواجد الحشرة الفاش فيه وبتتكاثر بسرعة البرق وطبعا حشرة الفاش بيعني دورة حياتها عشرة ايام عشرة ايام وبيكون دورة حياتها انتها لكن المشكلة كلها انها بتتكاثر بكميات كبيرة جدا مهولة جدا خلي بالكم معي النهاردة هنتكلم حاولوا تكملوا معي الفيديو للنهاية وحاولوا انتم تعملوا اعجاب للفيديو عشان الفيديو ده مهم جدا انا جمعت لكم فيه كل المعلومات وهقول لكم على انواع كتيرة جدا امنة جدا هتستخدمها للطيور في حالة ان الطيور كانت رقدة على البيض وان انت اكتشفت ان العش فيه فاش طبعا لو ان العش فيه فاش الطيور نفسها لا تستطيع ان هي تكمل دورة تحضين البيض ومش هترقد على البيض وبالتالي البيض هيفسد وهتترك الطيور اعشاشها بسبب حشرة الفاش طيب لو كذلك ايضا عايزين نتكلم عن مشكلة وجود الفاش في داخل البيت لو ان الفاش دوت انت طلعت عند العصفير او طلعت عند الحمام ايا كان هذا الطائر وبعدين نزلت الى البيت فطبعا ده شيء طبعا طبيعي ان حشرة الفاش هتنزل معاك البيت وهتمسك في خشب السرير والحشرة دي بتتغزى على مص الدماء فانت ازاي تعرف ان حشرة الفاش موجودة حشرة الفاش بتعمل حكة رهيبة جدا تشعر ان في حاجة كده بسيطة لان هي طبعا يعني ضعيفة جدا جدا هل يمكن رؤية حشرة الفاش بالعين المجردة ممكن انا اشوفها بعنيا اه طبعا ممكن تشوفها بعنياك لو انت نظرك كويس ممكن تشوفها بعنياك طيب تعالوا بقى النهاردة نتكلم على انواع احنا هنستخدمها انا هقول لكم علاجات يعني ممكن تحصل عليها عن طريق اللي هي الصيدلية البشرية او الصيدلية البيطرية خلي بالكم معايا تابعوا معايا الفيديو للنهاية عشان عايزين نقضي على الفاش بطريقة امنة سواء لو ان انت بتربي اي طائر او سواء ان الفاش ده هوت كان موجود في داخل البيت اعمل ايه طيب اول حاجة هنستخدمها بس ديه هنجيبها منين بقى هنجيبها من الصيدلية البيطرية يعني الده اللي انا هقول عليه ده هوت هنروح الصيدلية البيطرية بتاع الحيوانات طيب هنجيب ايه اول حاجة هستخدمها للقضاء على الفاش والبق والنمل والصرصير وكل انواع الحشرات ودي مادة قطيرة جدا 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 خلي بالكم معايا ركزوا معايا وكملوا الفيديو معايا للنهاية محدش يستعجل اول حاجة معايا الديزانون الديزانون انت هتروح عند الدكتور اللي هو في الصيدلية البيطرية هتقول له نعايز الديزانون خمسة في المية طيب خلي بالك بقى معايا الديزانون ده مادة سامة خطيرة جدا يعني ماينفعش ان انا رشها على الطيور لا غير امنة ممكن تموت الطيور تماما وكمان في بعض الناس بتستخدمها لعلاج الجرب عند الانارب خلي بالك يبقى مادة الديزانون ديت انت تستخدمها فين على الارضية لو هتسيأ الارضيات لو هترشها ببخاخة هتجيب صنط واحد يعني طريقة الاستخدام صنط واحد وتحطه على لتر مية وتحطه في بخاخة وترش به الخشب والشقوق اللي انت يعني شايف ان الفاش متواجد فيها خلي بالك كويس جدا لو انا رشيت البتاع دوت على خشب السرير رشيت الديزانون على خشب السرير يبقى احاول انني بعد كده اجيب معطر فورش على الخشب او اخسل الخشب بماء وملح وخل عشان خاطر الريحة طبعا ريحته كريهة ولان طبعا ممكن يسيب لنا بوائي من هذه المادة السامة ده الكلام ده لو انا هحطه بس فقط على الارضيات وفي الجوانب انما ماينفعشي ابدا ان انا رشه على الطيور طبعا المادة سامة لكنها فعالة رهيبة جدا تخضي على جميع الحشرات طيب احنا عايزين حاجة آمنة نرشها في البيت يعني لو ان احنا عندنا اطفال او لو انا عندي طيور والطيور دي اضباضط ونامت على البيض وبعدين اكتشفت ان الفاش يعني في داخل العش او اكتشفت ان الفاش في داخل السرير لو انا شايف ان المكان عندي او البيت عندي فيه فاش اعمل ايه انت يجب عليك ان انت تخسل الفرش كله جيدا هتطلع الخشب كله خشب السرير كله في الشمس هتحاول تطلع يعني السرير كله تفك السرير وتطلع الخشب دوت على السطح او في البلكونة في الشمس وتبدأ ان انت ترشه ببودرة اسمها بودرة سفين البودرة اسمها بودرة سفين طيب البودرة هي بودرة برضك بيطرية. هتحصل عليها عن طريق الصيدلية البيطرية. خلي بالك. البودرة بقى يعني ممكن يعني احنا قلنا الديزانون هيعمله يعني في حدود ستين مجنيه. الازازة. الزجاجة. طيب احنا عندنا بقى بودرة سفين برضك بها تعمل لها من تمانين لمجنيه. هي بودرة قاتلة للحشرات. طبعا البودرة دي بتترش. البودرة دي بتترش. هي بودرة غير سمة. اه يعني انت ممكن ترشها اه على الطيور. اه ترشها على الطيور. اه ترشها في داخل العش. ترشها في داخل العش. اه ترشها على خشب السرير. ما تخافش خالص. ما فيش منها اي خوف خالص على الاطفال. طيب. اه البودرة ده هي ما ترشهاش طبعا على الاكل. ما ترشهاش على عين الطائر. ما ترشهاش على فم الطائر. اه ما ترشهاش على العظام الحبار اه او السبية اللي احنا بنحطها بنعلقها في الافص اه ما ترشهاش على المية والمسأة يعني ده كلته بردك ايه اخذ للاحتياط. اه بودرة سفين هي بودرة امنة امنة جدا لا تقلق هي امنة على الطيور. طيب واحد الوقت ممكن يقول لي طيب انا عايز الوقتي بودرة او عايز الوقتي علاج للفاش. العلاج ده هو تيكون اه يعني رخيص التمن. طيب اول حاجة عندنا بقى يعني من العلاج اللي هو الرخيص التمن جدا يعني هي بتعمل لها عشرة جنيه. العبوة بتعمل لها عشرة جنيه. انت هتروح تجيب من اه محل المنظفات. محل المنظفات. هتجيب حاجة اسمها بودرة راجون. زي ما انا اه مصور لكم الايه الصورة وايه جايب لكم صورة العلبة عشان محدش يتوه. العلبة اسمها راجون. العلبة رخيصة جدا. اه وطبعا دي بودرة بودرة بترشها. طبعا البودرة دي كويسة جدا. اه لكن هي سامة شديدة السمومية. بتقتل الصراصير بتقتل النمل بتقتل كل الحشرات. لكن ما ينفعش ان انا اروح ارشها على على الملابس او ارشها على الفرشة بتاع السرير. ما ينفعش. ممكن انا اطلعها برا اه اطلع الخشب برا وبعدين ارش على الخشب مفيش فيها مشكلة. وبعد كده اخسل الخشب اه بالمية والخل وممكن احط في المية اللي انا هسيق بها اه احط ايضا اه ملح الليمون. ملح ليمون. اه طبعا عشان ايه? اه يبقى انني كده بنظف وما بسيبش اي اثر للسموم. وطبعا بودرة راجون ممكن انا حطها اصلا اه في الجوانب تحت السرير. يعني اه قبل ما 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 اعمل الفرشة اكون حطتها في الجوانب عشان ما تخليش فيه صراصير لان طبعا بيبقى فيه صراصير اه بسيط او فيه حشرات بسيطة بتكون تحت السرير. فانا لو رشتها تحت السرير فده هيمنع لي الصراصير والحشرات ان هي تتكون تحت السرير. رجعتني واقول لك ان هذه البدرة بدرة سامة. غير امنة على الطيور. يعني ما نفعش رشاها على الطيور ابدا. ما ينفعش البدرة سامة. في عندي ايضا دواء اسمه دواء اه اوكتوميثرين. فاللي بالكو هسيب لكو اسماء الادوية اللي انا قلتها في الفيديو هسيبها لكو كلها في الوصف. يعني انا هسيب لكو روابط فيديوهات بتتكلم عن القضاء على الفاش. انا اللي هي بودرة اه اوكتوميثرين. دي طبعا هتجيبها من الصيدلية البشرية. هي زجاجة. الزجاجة دي رخيصة. يعني بتعمل لها عشرين جنيه. زجاجة رخيصة. بهذه المادة وهذا العلاج. اه بنستخدمه هو امن. امن جدا. ممكن ارش على الطيور. اه ارش على الطيور. ما فيش فيها اي مشكلة. يعني ممكن ارش اه اكتوميثرين. اه على الطيور. ما فيش اي مشكلة. بس ابعد ابعد عن الاكل. اه ابعد عن الاكلات والمسأة والطعام. اه وعن عين الطائر وعن فم الطائر. خلي بالك. ولو انا يعني لو انا طلعت الطيور خالص وخلت الافص فاضي. اه وبدأت ارش يكون افضل. يعني الافضل انت تبعد خالص الطيور خالص عن الايه? عن هذه المواد. عشان لا قدر الله ما يحصلش اي مشكلة. احنا بناخد يعني الامان. لكن طبعا المادة دي امنة جدا على البشر. وامنة جدا على الطيور. خلي بالك معي. المادة دي بتقضي على الامل والبقء وبتقضي على النموس. بتقضي على كل حاجة. فيه طبعا منها تركيز خمسة في المية. وفيه تركيز اتنين اه ونص في المية. اه طبعا المادة كمان امنة على الاطفال اللي هما اكثر من شهرين. اه طبعا المادة ديت يعني هي مسكنة. يعني في ناس كتير استخدمتها بتقول ان المادة ديت اه هي مسكنة. لكن طبعا افضل حاجة عندي اه امنة هي اه بودرة سفين. اه دي امنة جدا. اه طبعا عندنا كذلك ايضا الديزانون. اه الديزانون ده طبعا غير امن لكن هو قوي جدا 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 وفعال. اه خلي بالك معي. عندنا برضك بودرة راجون. البودرة دي ايضا سامة لكنها فعالة جدا جدا. دي عندنا ايضا القضاء على الفاش اه بطريقة الرش الجاز. الجاز يعني ايه الجاز? يعني اللي هو الجاز او اللي هو السولار. اللي هو اللي احنا بنحطه في العربيات. يقول لك انا رايح في البنزينة. البنزينة اللي احنا بنجيب منها الجاز او السولار. ده برضك كذلك فعال جدا. هسيب لكم طبعا رابط الفيديو اللي بتكلم عن اه طريقة القضاء على الفاش اه عن طريق الجاز. اسمعوا الفيديو هسيبه لكم في اه اه وصف الفيديو. اه وفي نهاية هذا الفيديو ارجو ان تكونوا قد استفدتم بكل ما قدمناه لكم من معلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.